هذا ابن عباس يصبح بحسب القرآن الحكيم والسنة المطهرة من الغاوين نحن نقرأ في القرآن الحكيم في سورة الشعراء قوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون إن البعض قد يعبد صنماً والبعض قد يعبد دنيا قد يعبد مالاً أو قد يعبد ناطقاً من أصغى إلى ناطق فقد عبده وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها في جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون جنود إبليس كما في الرواية ذريته بقي أن نعرف من هم الغاوون هؤلاء في الكاف الشريف رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون قال هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره إبن عباس تنطبق عليه هذه الصفة شوف كتابه إلى عمر بن العاص شلون يصف فيه العادل شلون يتكلم شلون يقول لي عمر بن العاص أنت إنما طلبك للدنيا وَأَنَا طَلَبِي لِلَّهِ صحيح؟ هذا القول من ابن عباس خالفه إلى غيره أم لا؟ نعم أخيراً طلب الدنيا ابن عباس وترك الله وترك وليه في الأرض في كتابه السابق يحذر من مخالفة علي علي السلام في مواقفه السابقة له مواقف عديدة عديدة جداً يذهب إلى الخوارج يعظهم ويبين لهم حق أمير المؤمنين عليه السلام ووجوب اتباعه يذهب إلى عائشة يعظها ويقول لها هذا الكلام يرسل إلى معاوية الكتب في هذا الخصوص كلها فيها يؤكد أن علي عليه السلام إمام الحق واجب الطاعة إلى ما هناك وخالف هذا كله حتى يتكلم بمنتهى الوقاحة مع إمامه عليه السلام يقول له ترى أنت زودت الحكي عليه أراك قد أكثرت عليه يعني لأن ألقى الله بما في الأرض من ذهبها وعقيانها أنا أحب إلي من أن ألقى الله بدم رجل مسلم يعني أنت تلقى الله بدم رجل مسلم بدم رجال من المسلمين طبعاً أمير المؤمنين قال أنت الظاهر طول هالمدة كنت معنا تنتظر بس الشدة تصير حتى شنو تنتهز حتى تستولي ما أردت الله بهذا اتكشف أمير المؤمنين عليه السلام الغاوون الذين توعدهم الله عز وجل بأن يكبوا في جهنم فكبكبوا فيها هم والغاوون هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره نفس هذه الرواية الموجودة في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في مصدر آخر لا يقل اعتباراً عنه وهو تفسير القمي عليه الرحمن ولكن فيها زيادة أو لها رواية تمثل تتم لها يقول هناك قال الصادق عليه السلام نزلت في قوم وصفوا عدلاً ثم خالفوه إلى غيره وفي خبر آخر قال هم بنوا أمية والغاوون هم بنوا فلان هكذا موجود زين من بنوا فلان هؤلاء بن العباس العلام المجلسي رحمه الله في بحاره بحار الأنوار في المجلد 72 صفحة 225 يقول أي بنوا العباس ليش الموجود في نسخة تفسير القمي بنوا فلان لأن تفسير القمي النسخ التي انتسخت كانت في زمان دولة بن العباس سمت لما جاء زمان العلام المجلسي دولة بن العباس انقرضت ففك الرموس فقال في هذا المجلد في هذه الصفحة أي بن العباس من أول واحد من بن العباس العباس عرفنا الآن أول واحد عبد الله بن عباس سبحان الله نفس الصفة انطبق عليه والرواية بعمومها تشمله إنه من الغاوين